قال بديع السماوات والأرض بديع أي ببدع بديع بمعنى مبدع أي خلق السماوات والأرض ببهائها وجمالها وإتقانها ونظامها على غير مثال سابق ما في تقليد لأحد لأنه مبدع سبحانه وتعالى ونحن نقول فلان مبدع إذا أتى بشيء لم يسبق إليه يأتي دائم بأشياء جديدة نقول بدع فلان يعني أتى بشيء جديد فالابتداء في الدنيا أمر مطلوب إنسان يبتدع أشياء لكن في الدين الابتداء محرم وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لأن الدين مبنى على التوقيف لا نعبد الله إلا بما شرعه سبحانه وتعالى وإذا قال النبي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالبدعة في الدين محرمة والبدعة في الدنيا مطلوبة إنسان يبتدع في أمور الدنيا ويأتي بالجديد نعم ترجمة نانسي قنقر